فربنا هو ملك الدنيا والآخرة فأي حاجة أنت تعملها مش تحصل بيها إلا ما قسمه الله لك من الرزق واعلم أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقه وأجله وهنا بعد ما سمعنا الحديث نقدر نقول أن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لخص لنا المعاني التلاتة كلها في حديث مختصر قال من جعل الهموم هما واحدا هما آخرته ماذا؟ كفاه الله وهم دنياه وعشان كده تعالوا دايما نفكر نفسنا أن احنا في مدد الله وخلينا نذكر دايما ربنا ونقول كده يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي يا سعدي ويا سندي أنت وحدك مددي كل يوم في الصبح وفي المسا نقول الكلام ده وخلونا دايما كمان نقول حاجة مهمة جدا ونعمل حاجة مهمة جدا تجعلنا دايما عايشين بهذا الحديث ايه اللي يخلينا نعيش بهذا الحديث طول الوقت ان احنا دايما نكون في كل يوم مقسمين يومنا تلت تلات 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 مش معناه الساعات لكن تلات تلات لازم نلاجع كل يوم قدي كنا بنعبد ربنا وقدي كنا بنعمر وقدي كنا بنزك نفسنا وما نخليش أي يوم من أيامنا يخلو من الحاجات التلاتة دي ولازم طول الوقت في الصبح وفي المساء نحمد ربنا على نعم وعلى الأقل نذكر خمس نعم ان ربنا أنعمهم علينا كل يوم ونحمد ربنا عليها عشان ده يجدد إيماننا ويجدد كمان أنوار قلوبنا ونفضل دايما متعلقين بالآخرة يعني متعلقين في ساحة لقاء مولانا يا رب علق قلوبنا دايما بلقاك واجعلنا دايما في معياتك واجعلنا دايما في مددك يا كريم يا ولود يا رب العالمين بعد الفاصل نلتقي بحضراتكم عشان نعرض على حضراتكم أسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بينامج ولا تعسروا عشان نجاوب عليها ولكن بعد الفاصل